السلام عليكم وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد و اتمنى يكون سريع في الحقيقة مش هشره حاجة لأكسل ولا باور بي او او احد خالص انا كله هتكلم عنه كيفية البحث في محتويات قناة اليوتيوب وفيه اكتر من سبب بخليني نتكلم عن الموضوع النهاردة اوله من احنا بحمد الله في خلال السنتين ونص اللي فاتوا ادرنا نعمل 155 فيديو 11 دورة تدريبية متكملة سواء باللغة العربية او باللغة الانجليزية فاصبح طبعا البحث في المحتوى مبقاش سهل و بيجي لي اسئلة على بعض الموضوعات بكون قريدي عندي عليها فيديوهات و شرحتها قبل كده وباضطر لنا ادركت الناس او اقولهم اتفرج على الفيديو الفلاني او الفيديو الفلاني فحاسة انا ممكن احاول اساعد المشتركين او اي ناس جديدة بتخش على القناة او اي زائرين للقناة ان هما يوصلوا بسهولة لمحتويات القناة و طبعا بفضل الله برضو غطينا موضوعات كتيرة زي جداول الاكسل زي جداول المحورية الpower query ال dynamic array مخططات و بصفة عام عليهم فيديوهات كتير قوي في القناة برضو الpower pivot عملنا فيه 13 فيديو و ان شاء الله اسم كاملين فيه شوية و اشتغلنا على انواع البيانات الجديدة عملنا عنها فيديوهين و اشتغلنا على الpower bi فيه حوالي اربع فيديوهات في التشانل فالحنا عملنا باختصار ان احنا عن طريق اللينك ده اللي حركت ايه موجود تحت في الصندوق الوصف هتلاقي اللينك ده ممكن تروح عليه هتنزل من الجوجل درايف هتنزل excel sheet هتلاقي فيها كل محتويات القناة و هيسهل جدا البحث فيها ان شاء الله كمان الفيديو ده هينزل على صفحة الفيسبوك فلو حاجب تفرج علي من الفيسبوك مفيش مشكلة هتلاقي يا حضرك اول تعليق هتلاقي فيه نفس اللينك excel sheet بنفس الطريقة بالزبط وتعلم بص بص على شكل excel عشان لما تفتحها يكون التعامل معها سهل بالنسبة لك ده ال excel sheet عبارة عن جدول كما انت شايف كده بادئ من الشمال خالص اول حاجة فيها وصف الفيديو او title بتاع الفيديو عنوان الفيديو ايه هو وبعد كده فيه لينك الفيديو عشان تاخد اللينك ده وتحطه على طول في chrome او whatever browser بتاعك تروح به على طول على اليوتيوب وتتفرج على الفيديو مباشرة كمان تاريخ ال publish بتاع الفيديو او امتى الفيديو راح على اليوتيوب ومدته قد ايه واللغة بتاعته طبعا اللغة يعني انا بتكلم فيه بالعربي او الا بالانجليزي لان معظم الفيديوهات هتلاقي في منها نسخة عربي ونسخة انجليزي كمان هتلاقي بعد كده playlist 1 ده اسم السلسلة طبعا فيه سلاسل قولنا حوالي 11 سلسلة بالعربي بالانجليزي وفيه كمان فيديوهات single هتلاقي كده مكتوب single معنا كان الفيديو ده فكرة مستقلة او ملهاش دعبة تلسلة معينة و playlist 2 ده تصنيف اخر اكثر شمولا عشان ياخد معنا كمان الحاجات single دي يعني مثلا هنا في فيديوهات single دي دي بالانجليزي هنا هتلاقي مثلا فردي ده تصنيفه ايه ده بتكلم على مخاططات وداش بورد هتلاقي واحد تاني فردي برضو مخاططات وداش بورد هنا هتلاقي واحد فردي ده بتكلم power pivot وهكذا فده هيكون اشمل تصنيف اشمل عشان ياخد معك كمان الفيديوهات الفردية لو انت مش بس عايز تتفرج على السلسلة فقط هتلاقي هنا فوق على يمين في ال count يعني اجمالي الفيديوهات كام و ال duration اجمالي المدة الزمنية فبفضل الله حوالي 57 ساعة من الفيديوهات التعليمية موجودة على القناة حتى هذه اللحظة كمان هتلاقي بقى ثلاثة slicers يساعدوك شوية في البحث اول واحد language في عربي و في انجليزي و في بوث بوث ده كان بس حوالي لو اخترتوا كده حوالي خمس او اربع فيديوهات ده بس مجرد حاجة اسمها سلسلة كنت نعم سميها bulletin minute او معلومة في دقيقة بتتكلم على موضوعات قصيرة جدا دي او نص او حاجة من غير وصف من غير شرح مجرد بس ايه على السكرين كده بتشوف الخطوات و موضوع بيكون قصير جدا و فكرة محدودة جدا حتى لو تلاقي اجمالي ال duration بتاعها 7 دقايق على 5 فيديوهات طبعا الانجليزي انجليزي والعربي ممكن نختار العربي هتلاقي 84 فيديو بالعربي 32 ساعة اجماليهم وبعد كده لو نزلت بقى تحت هتلاقي تقدر تختار دي السلاسل ياما فيه هنا فيديوهات فردي ياما السلاسل سلسلة power key متقدمة سلسلة dynamic array فيه مثلا سلسلة شرح power pivot لو اخترتها هتلاقي احنا عملين 13 فيديو و حوالي 8 ساعات و طبعا هنا هتلاقي الفيديوهات بقى ممكن تنجعلهم بالشكل اللي انت عايزوا لو مش عايز تختار من السلاسل اللي هي playlist 1 السلاسل المتكملة ممكن تشيل الفلتر بتاعهم وبعد كده تروح على هذا البلاي لست ده هتلاقي الموضوع اعام طرت مثلا power bi من هنا هتلاقي ادي فيه ثلاث فيديوهات على موضوع power bi و اضافة فيه فيديو بتاع موجود في bullet in immunity بقى اجمالي اربعة يبقى هنا انت وصلت لكل حاجات power bi مع بعض رغم ان منهم واحد في سلاسلات power query و اثنين في سلاسلات power pivot ولكن ادي كل ال power bi موجودين مع بعض وهكذا لو اخترت اي نوع من الحاجات اللي موجودة هنا ممكن تساعدها مثلا مخاططات و داشبورد ما عنديش سلسلة اسمها كده ولكن هنا هتلاقي من ضمن السلاسل والحاجات الفردية هتلاقيها كتير جدا بتتكلم عن مخاططات و داشبورد يعني لو عدتهم الاجمالي موجود قدامك 12 فيديو حوالي ساعتين ورابع بنتكلم فيهم على موضوع المخاططات و داشبورد يبقى الاكسل شيت ده هتنزله من اللينك اللي موجود اسفل وصف الفيديو او ممكن لو انت عايز تفتحه وعطوه على جوجل درايف و تتفرج عليه وبعد كده طبعا انا ان شاء الله كل فيديو هينزل هعمل تحديث لهذا الاكسل شيت و اروح احطه في نفس المكان بتاعه بالزبط عشان شاك لما ترجع له باستمرار مش بس المرة دي كل شوية تقدر ترجع تاخد التحديث بتاعه و هتلاقي كل القوائم دي محدثة والسليسر بيديلك الاراية الجديدة مفيش اكتر من كده النهاردة وبس ده كل الموضوع و اتمنى ليكم مشاهدة ممتعة في الفيديوهات واستفادة و طبعا لو حرك مش مشترك اتمنى تشترك في القناة و تتابع فيديوهاتنا اللي بتنزل تقريبا بصفة اسبوعية ان شاء الله و شكرا جدا لوقتوكو و شكو الفيديو الجاي والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته